الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علموا البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الرزن بالقسط ولا تكسر الميزان والأرض وضعها للأناب فيها فاتهة والنخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سنساك الفقر فخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان برج المحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الرؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار والنشآت في الرحن كالعلم فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتشران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فانفذوا من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان فانفذوا من نارفذوا' فانفذوا من نارفذواع نارفذوا من نارفذوا فانفذوا بأي آلاء ربكما تتبع فانفذوا hebben فانفذوا فانفذوا